أمن المغرب لدى الهيئة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن وحذر مغرب من رسالته أو في رسالته من أن إقامة أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أي كانت طبيعتها للبوليساريو في تلك المناطق تشكل عملا مؤديا إلى الحرب جبهة البوليساريو نفت الاتهام المغربي وأكدت استعدادها للرد بقوة على ما وصفته بأي تحرك مغربي يستهدف تغيير الوضع القائم غادات وقف إطلاق النار الموقع في عام 1991 فماذا يحدث بالضبط في تلك المناطق العزلة؟ وهل عودة المواجهة المسلحة واردة الآن؟ أين وصلت المفاوضات بين الطرفين؟ وماذا عن التقرير الذي سيقدمه المبعوث الأممي لمجلس الأمن؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا من باريس معنا ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا سيد أبي بشراء البشير كما ينضم إلينا من الرباط الأستاذ الجامع والمحلل السياسي الدكتور ميلود بن قاضي ونبدأ معك الدكتور بن قاضي أي معطيات يمتلكها المغرب تدل على أن جبهة البوليساريو توغلت وبصفة وصفتها الرياض بالخطيرة في تلك المناطق؟ أعتقد أننا قبل أن نجيب عن السؤال يجب أن نضع الأمور في سياقها الآن البوليساريو هي قديك المذبوح يترنح لإعادة للحياة الززائر تعيش خناقا سياسيا وأصبحت تشعر بخطورة تواجد جبهة وهمية انفصالية إرهابية على الطراب الززائري وعلى هذا الأساس فهي الآن تحاول أن ترمي بهذا الكيان في منطقة عازلة ولكن عفوا الاتهام جاء من المغرب بمعنى المغرب هو الذي تهم جبهة البوليساريو على أنها قامت بخروقات في هذه المنطقة نعم المغرب يتوفر على مجموعة من المعطيات الواقعية والمادية مفادها أن البوليساريو تتحرك بشكل غير منطقي وغير قانوني على أراضي عازلة من ناحية القانون الدولي وفي هذه الحالة فالمغرب إذا لم تقم الأمم المتحدة بمهامها لحفظ السلام بهذه المناطق العازلة فالمغرب له كل السيادة وله كل الحق للضرب بقوة على هذا الكيان هذا ما ورد في الرد المغربي ولكن من اللافت للانتباه لأمم المتحدة والناطق باسمه لأمم المتحدة قال إن بعثة المينورسو لم تلحظ أي شيء نعم ولكن هل نسيتم أيضا التقرير الذي رفعه المبعوث الخاص والذي يؤكد أن البوليساريو تنتهك منذ شهور ومنذ أيام يعني مبادئ الاتفاق المبرم سنة 1991 فالمغرب دولة مسؤولة دولة وعية دولة محبة للسلام ولكن لا يمكنها أن تقبل بتحركات خارج القانون الدولي وهذا يدخل في حقها وفي سيادته نعم سوف أعطي فرصة للسيد أبي بشراء البشير للرد عليك طبعا السيد البشير يعني المغرب يقول إنه يمتلك دلائل يعني تثبت تحرك جبهة البوليساريو في منطقتين شو اسمها المنطقة القرقار أو القرقارات عفوا وكذلك المحبس حيث قالت يعني نصبت خيام هناك وحفرت خنادق وأقيمت سواتر ترابية هناك تفضل بالنسبة لنا يعني المبرر الذي ساقته الحكومة المغربية من وراء كل هذه الجلبة الآن الكلام يعني لم يعد من الممكن لأن الأمم المتحدة عن طريق بعتتها الموجودة في الميدان المشرفة على عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تحددت أمس على لسان دجاريو كالناطق باسم الأمم المتحدة وقال بأنه أكد بأنه لم يكن هناك خرق لوقف إطلاق النار ولا توقف له في الحقيقة يعني بدأ هذا الموضوع كما لو كان كذبة أبريل ساقتها الحكومة المغربية الآن ولكن الحقيقة التي ليست كذبة هو بأنه المغرب هو من عمد إلى خرق وقف إطلاق النار من خلال قيامه بفتح ثغرة في الجدار المغربي غش سنة 2016 وهو مبرر كل هذا الاحتقان الموجود الآن وهو من يمنع تطبيق فصل من قرار مجلس الأمن الدولي 23.51 أبريل العام الماضي والمتعلق بإرسال بعثة تقنية لمراجعة الموضوع ولكن في الحقيقة يعني سيد الفاضل الهدف الحقيقي من كل هذه الحملة الغوائية والتي لا تعد الأولى بمناسبة فنحن نتذكر الحملة والجلبة الكبيرة التي أقامتها الدولة المغربية ضد زيارة الأمينة العامة السابق لأمم المتحدة هو في الحقيقة البحث عن مبرر للتنصل من مصارى التسوية بعد أن وصلت الحكومة المغربية إلى النتيجة النهائية بأنه رهانها على الوقت من أجل العرقلة ولكن كيف يعني دعنا نتحدث سيد البشير سيد البشير يعني المغرب تتحدث مباشرة عن وقائع أنها سجلت وقائع في تلك الأراضي كيف يمكن يعني دحض هذا الأمر لكن من تريدنا أن نصدق؟ هل نصدق المغرب الذي قال بأنه سوف يحتل الصحراء الغربية في جولة أمنية لمدة أسبوع والنزاع مزال قائما مدة 42 سنة؟ أم نصدق المغرب الذي يأخذ وجود البوليزاريو ويتحاور معها مباشرة في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة؟ أم نصدق بعثة للأمم المتحدة موجودة في الإقليم وهي التراقب الوقائع على الأرض والناطق باسم باسم المتحدة أقر بذلك ولكن سيد الكريم كل هذه الحملة هي حملة استباقية أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سينعقد بالمناسبة خلال شهر أبريل خمس جلسات خاصة في الصحراء الغربية فهذا الاجتماع سيستمع إلى تقييم مهمة المبعوذ الأممي في الصحراء الغربية ضمن محورين المحور الأول هو المحور السياسي المتعلق بإطلاق المفاوضات المباشرة ما بين الطرفين ومن يعرقلها هو المغرب بشهادة الجميع وشهادة الأمم المتحدة والمحور الثالث هو محور ميداني يتعلق بمراجعة اتفاقيات وقف إطلاق النار ومن يعرقلها هو المغرب الذي يعقل على إفاق المجلس الأمن الدولي بمعنى هو يقول ويتهم المغرب صراحة بأن المغرب يتحرك بهذه الطريقة ويعطي هذه الاتهامات هذا التوقيت بالذات لأن هناك تقرير سوف يقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن تفضل نعم أولا الغريب أنا لا أدري كيف أن الأخ يقرب الحقائق فمعروف من أن البوليزاريو والززائر يتحركان ويقومان بعدة مناورات استفزازية كلما اقترب شهر مارس وأبريل لماذا؟ لماذا؟ سوف يقدم فيه شهر مارس يقدم فيه المبعوث خاص للأمين العام المتحدة سوف ألاتيك سيد بشير سوف ألاتيك سيد بشير حتى نوزع الوقت بيعادل تفضل سيد بقاء نعم الأمين العام يقدم تقريرا حول تطورة الوضع بالمنطقة وفي شهر أبريل في نهاية أبريل يقدم مسل الأمن قرارا حول الوضع المغرب الآن يتوفر على كل الدلائل المادية والواقعية أن الززائر هي التي دفعت البوليزاريو لتغادر تندوف نحو هذه المناطق حتى أولا لتغطي عن الاستحقاقات الرئاسية التي يترشح فيها الرئيس الززائري ضد الرابع الديمقراطي الززائري وتانيا أن اليوم الززائر تريد أن تقوم بهذه التحركات حتى تؤثر في مصار القرار الذي سيصدر أود أن ترد على سيد البشير في النقطة المتعلقة إلى أي مدى يذهب المغرب في هذا التصعيد من أجل تفادي مثل ما قال هو أنا أقول مثل ما قال قال لتفادي الدخول في الحوار والمفوضات التي يسعى إليها المبعوث الأممي أولا لنقرأ بالأمس كل قنوات الززائرية قامت بإلقاء أو بتقديم لقاء مع أحد قادة فروزاريو يقول نحن الآن عازمونا على بناء دولتنا بن قوسين على أراضي سنحررها بل هم يعتبرون المناطق العزلة مناطق محررة وهذا تضليل كبير إعلامي للبوليزاريو الآن المغرب هو في حدود المناطق العازلة ولا يتدخل فيها ليس خوفا من البوليزاريو بل احتراما للاتفاق 1991 بالإضافة أن السنة الماضية في شهر مارس بالضبط قامت البوليزاريو بخرق الاتفاق ودخلت إلى مناطق القرقارات والمغرب اتخذ قرار لانسحاب الفردي وبعدها قامت قيوة عظمى للتأثير على البروليزاريو للانسحاب نحن في المغرب تعودنا أن شهر أن شهري مارس وأبريل دائما يعني الانتحار دائما هذه معروفة هذا تقول أنت نعم سيد بالقاضي يعني أعطيتك الفرصة للإجابة ونأسف على المقاطعة حتى لا يقال أن أعطيتك وقت أكثر من الآخر سيد بشير لك الحق في التعليق ولكن الآن الحديث عن التقرير الأممي الذي سوف يقدم إلى مجلس الأمن إلى أي مدى ما هي أهم يعني الخصائص أو أهم النقاط التي تتضمنه برأيك أنها تزعج المغرب مثل ما قلت لا بطبيعة الحال هناك ثلاث نقاط رئيسية تزعج المغرب الأول هو المسار التفاوضي الذي أقر به مجلس الأمن الدول في قراره الأخير وكلف به المبعوث الشخصي الجديد الذي هو الرئيس الألماني الأسبق هورس كولر وبطبيعة الحال المغرب يبدي اعتراضاً تدريجياً يتحول إلى اعتراض جوهري من خلال ادعائه بأنه لن يتفاوض إلا مع الجزائر التي يعرف الجميع ما هو وضعها القانوني فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية من حيث بأنها بلد مراقبة معروف ما هي علاقتها السياسية بالنزاع من حيث بها بلد يدعم الشعب الصحراوي مثل ما دعم شعب جنوب إفريقيا والتيمور الشرقية وجميع الشعوب التي كافحت من أجل الاستقلال هذا المصار السياسي المصار الثاني هو المتعلق بترتيبات خروقات وقف اطلاق النار التي عمد إليها المغرب من خلال مغامرته في القرقلات والتي استدعت رداً حازماً من القيادة الصحراوية ومن الجيش الصحراوي من أجل إجباره على التقاقر إلى موراء جدار العازل مثل ما تشير إلى ذلك الاتفاق رقم واحد لوقف اطلاق النار ودعني أوضق للأخر المغربي والرأي العام المغربي بأن المنطقة العازلة بموجب الاتفاق رقم واحد لوقف اطلاق النار والاتفاقية التكملية سنة سبعة وتسعين هي خمسة كيلو متر يعني خارج الجدار العسكري المغربي بما أدى ذلك شرق الحزام هي مناطق محررات تمارس عليها الجمهورية الصحراوية سيادتها كاملة وتواجدنا بها والمؤسسات الصحراوية ليس بالأمر الجديد وعقدنا مؤتمرات شعبية عامة للجبهة الشعبية ونظم الجيش الصحراوي مناورات بمعنى أنك عفونا سيد البشير وكأنك تقول أو كأنك تذهب في اتجاه يعني الاتهامات المغربية حينما يقول أو يقول المغرب إنهم دخلوا تلك الأراضي يعني أنت تذهب في هذا الاتجاه لا يا سيدي لا 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 يا سيدي المنطقة العازلة خمسة كيلومتر شرق الحزام ولكن هناك عشرات الكيلومترات شرق الحزام التي تعتبر مناطق محررة وغير معنية بنزع السلاح الذي تقره تلك الاتفاقية وتواجدنا فيها قائم وسيادتنا نمارسها عليها أمام مرأة من الجميع وبشهادة من الجميع وما حدث في القرقرات بطبيعة الحال سيحدث في جميع مناطق الصحراء الغربية إذا ما أقدمت هذه مقطوات دعني أستفسر عنها من الدكتور ميلود بالقاضي دعني 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 أضيف نقطة واحدة باختصار هو أن جبهة البنزانيو مستعدة لاحترام اتفاق وقف اطلاق النار وبرهانة عن ذلك مستعدة للشروع في المفاوضات المباشرة بدون شرط المسبقة مع المغرب كما ينادي بذلك قرار مجلس الأمن الدولي ولكنها في نفس الوقت حازمة وعازمة على الرد بالقوة الضرورية سوف نأتي إلى ذكر هذه التهديدات أضطر للمقاطعة سيد بالقاضي سيد بالقاضي تحدث ضيفي وقال إننا ندعو المغرب إلى مفاوضات مباشرة تحدثت أنت كذلك وجهت اتهامات إلى الجزائر هنا طيب لماذا يرفض أو هل يرفض إن صح التعبير المغرب مفاوضات مباشرة مع عجبات البوليزاريو ولماذا أولاً لا بد أن أصحها بعض المعلمات أولاً المنطقة العازلة لا تحدث في 5 كمترات بل تحدث على أكثر من 19 كمترات وهي محددة بالمفهوم القانون الدولي وهي منطقة عازلة يجب أن تحترم من طرف البوليزاريو البوليزاريو الآن وكما قال ضيفك الكريم أكد أنه يقوم بخرق اتفاقية وبأنه يدعي أن هناك أراضي محررات طيب من المغرب القانونية أود أن نفهم لأن هذه القضية تبع المناطق تبع المناطق يعني بعد 16 كم تتحدث عن 16 كم بالضبط إلى شرق الحاجز أو الجدار الحاجز طيب هل يحق لجباة البوليزاريو من الناحية القانونية يعني تستغل تلك الأراضي يعني بعد 19 كم أفضل أن نفهم هذه النقطة ليس من يا أخي ليس من حقها البوليزاريو هي موجودة على أراضي ززائرية جيشها هو ززء من الجيش الززائري الدعم العسكري هو دعم ززائري اللوجيستيك أنا كنت سألتك بقضية معينة خلص هذه الفكرة حتى نتجاوز هذه الفكرة دعنا نتحدث عن المفاوضات المباشرة وهو دعا الآن على لسانه إلى مفاوضات مباشرة بين جباة البوليزاريو والمغرب هل الرباط يمكنها أن تذهب في هذا الاتجاه خاصة مع التحركات الأممية الجديدة نعم أولا التفاوض المغرب والذي اختار خيار تفاوض على أساس شرطين أساسيين حددهما مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والذي وصفه مثل أمن الدولي بالجدي وذال مصدقية نحن نتفاوض مع البوليزاريو التي ورأت ززائر على شرطين أساسيين السيادة المغربية على كل أراضيها ثم على الوحدة الترابية أما أشياء الأخرى فالمغرب مستعد للتفاوض في غياب هذه الشرطين لا يمكن المغرب أن يتفاوض لا لا يمكن المغرب أن يتفاوض مع كيان وهمي الكل الآن يعرف أن نهاية بوليزاريو قريبة هي الآن تتمنح كالديك المدبوح سوف أترك المجال إلى السيد البشير سيد البشير سمعت ضيفي يقول إنهم إذا ذهبوا إلى المفاوضات فإنها سوف تكون على نقطتين أساسيتين وهي أن تبقى تلك المناطق ضمن السيادة المغربية كيف تعلق حول هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال الضيف يستطيع أن يقول ما يشاء ولكن قرارة مجلس الأمن الدولي واضحة في هذا الصدد وآخرها القرار 23.51 أبريل العام الماضي الذي يقول مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبة البوليزاريو من أجل حل سياسي متفق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعوة المبعوث الشخصي ومجلس الأمن هو الانخراط في هذه المفاوضات بدون مشروط مسبقة ما يقوله الأخ وما تقوله الحكومة المغربية يعني هي شروط بالبند العريض والقانون الدولي يرفضها والحكم الذاتي موجود منذ سنة 2007 وهو تصور متجاوز وقد جربته جميع الدول الاستعمارية مع مستعمراتها كفرنسا مع جزائر وجنوب أفريقيا مع نظام مخترح البنتستان مع جنوب أفريقيا وفي النهاية المسألة تتعلق بمن يمتلك سيادة على الصحراء الغربية والقانون الدولي يقول أن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يحدد الوضع النهائي للإقليم عن طريق استشارته بشكل حر ونزيه وهذا ما يخشاه المغرب لأنه يعرف بأن الصحراويين سوف يصوتون للاستقلال نحن قلنا بأن الحكم الذاتي إذا أراد المغرب أن يكون مقترحا آخر يعني خيارا آخر أمام الصحراويين كالاستقلال أو الاندماج أهلا وسهلا ولكن الشعب الصحراوي هو من يجب أن يحدد الوضع النهائي للإقليم للإقليم الصحراء الغربية عن طريق استفتاء جيد حر ونزيه وصلت هذه الفكرة ولكن باختصار حتى أعطي الفرصة لسيد بلاضي للرد على النقاط التي ذكرتها باختصار ولكن الحقيقة الحقيقة كل هذه الجلبة تأتي بسبب الخناق الذي بدأ يشتد على المغرب داخل الاتحاد الإفريقي ونعرف ما هي نتائج القمة الأخيرة التي دعت للمفاوضات المباشرة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ونعرف ما هو قرار المحكمة الأوروبية الذي قال بأن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية ونعرف ما هي المقاربة التي ينتجها الآن المبعوض الشخص على ذكر المقاربة على ذكر المقاربة سيد ميلود بالقاضي أنا آسف للمقاطعة سيد بشيري أعطيتك الفرصة سيد ميلود بالقاضي يعني التحذير المغربي كان شديد اللهجة الآن هناك تحذير بوجود حرب يعني هل يعني أن مسار التسوية السياسية قد بدأ يترنح الآن ويمكن أن يذهب إلى حيث لا رجع وترجع قوة السلاح إلى المنطقة نعم دعني أولا إذا سمحتم أن أصحح بعد المعلومات الأخ الضيف هناك يتكلم عن الشعب الصحراوي ما هو الشعب الصحوي من يمثله ليست لكم حق التمثيل للحديث عن الصحراويين الصحراويين موجودون في العيون في الداخلة في الصمارة في الطانطان على أي تمتيلية تتحدثون على أي تانيا ما معناه تقرير المصير لمن تقرير المصير لإتبات لإتبات سيادة المغربية على أراضيه ولكن هذا قرار أمامي عفوا عفوا الدكتور بالقاضي هذا قرار أمامي يعني صدر في 1991 أنه يتحدث عن قضية الاستفتاء نعم ولكن الاستفتاء الذي يتبت حق الصحراويين في اختيار في اختيار الطريقة التي يريدون أن يستقلوا بها فهنا نطرح مشكل التمثيلية هل البروزاريو يمثل من يمثل مجموعة من الانفصاليين ومن ومن الارهابيين ومن الذين يستغلون قضية لا داية دقيقة من الوقت لا لا دقيقة من الوقت التحدثنا عن لغة السلاح الآن تفضل المغرب بالنسبة قضية الصحراء حسمت والخطاب الملكي أكد أن المغرب لن يتنازل عن حبة رمل من الصحراء المغربية والاجتماع الأخير ليوم الأحد بين الحكومة المغربية وبين البرلمان بغرفته ووزير الداخلية ووزير خارجية والشعر المغربي قال كلمة واحدة لا يمكن أن نتنازل عن سيادته والمغرب مستعد عن كل الاحتمالات وعن كل الممكنة من بينها من بينها قيام بحرب للدفاع وصلت هذه الفكرة بمساعدة برقبات مقاطع دكتور ميلود ببالقاضي الأستاذ الجمعي والمحلل السياسي بالرباط كنت معنا مباشرة الرباط ذلك ودأ نشكر ممرجبة البليزاريو في فرنسا سيد أبي بوشراي البشير كنت معنا مباشرة مباريس ذا مشاهدنا الكرام وصلنا إلى نهاية مسايا اليوم شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء